هنبدأ الجزء ده بأسئلة تانية برضو صوتية عندنا سؤال صوتي هنسمعه ونرجع نجاوب عليه مساء الخير يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك إزاي هتعامل مع طفلة عصابيها عيندي جداً بتاند على أي حاجة وبترمي كل حاجة قدامها على الأرض وصوتها عالي دايماً سندها ثلاث سنوات زي ما سمعته كده السؤال هو الحقيقة يعني مش أنا بتكلم معكم برحتي يعني شوي مش بتحفظ ولا بحاجة هو ده من نوعية الأسئلة اللي أنا يعني مش فكرة حب أو كره بس من الأسئلة اللي أنا ما بحبهاش شوي ليه ما بحبهاش لأنه يعني الطفل ما عندوش يعني ما يدعوه إلى أنه يتصرف بعصبية ويتصرف بعند ويتصرف بسوق سلوك والحاجات دي كلها إلا أن الطفل ده يكون عنده الحقيقة حالة تانية هو عنده حالة من فقدان التواصل مع المحيطين به وأنا هنا بتكلم تحديداً عن الأم والأب وتحديداً بقى الأم يعني اللي بعت السؤال تمام فقدان التواصل الجيد يعني إيه فقدان التواصل الجيد يعني الطفل يا جماعة عنده مهمة في حياته يعني هو هو مش هو بيشتغل هو بيشتغل رغم أنه معنا في البيت أهو بيلعب وبيتشاء وإحنا شايفين أنه هو بيعمل حاجاته وبيتشاء وبيعند وبيعايته بصوته عالي ومش عارف إيه بس هو في الآخر بيفعل سلوك معين طبقاً لما تتطلبه المرحلة العمرية اللي هو فيها فإحنا لازم نبقى عندنا وعي ومعرفة بالمراحل العمرية دي إيه الأولويات بالنسبة للطفل يعني في هذا العمر اللي هو عمر من بعد على فكرة العمر من بعد سنتين أو تحديداً بقى من سنتين ونصف لخمس سنين بيسمى كده مجازاً يعني بنسميه ماجيك إيج أو العمر السحري وهنا سببه إنه الطفل بيكون أقرب إلى الساحر يعني هو مبهر يعني مش إحنا لما بنتفرج على الساحر كده بنتبهر ويقول إيه ده بيعمل حاجات عجيبة وبتاع فهو الطفل كده وفي أغلب الأحوال بتبقى الحاجات دي حلوة ودماء خفيف ولا يخلو الأمر أكيد من حاجات تدايقنا وأخطاء وما إلى ذلك لكن مهم قوي نكون عارفين إنه الطفل لا يرتكب الخطأ بوعي إنه هو فاهم إنه ده غلط لا هو يؤدي دور ودوره زي ما بقول هنا في الفترة دي عنده أولويات إيه هي الأولويات؟ الأولويات دي إنه عايز يشاركنا كل تفاصيل حياتنا هو عايز يعمل زي ما احنا بنعمل بالزبط عايز بنخرج وعايز يخرج معنا بناكل عايز يأكل زينا بالزبط بش بس كده ده عايزنا كمان نشاركه حياته يعني هو ياخدنا نحية العالم بتاعه أغلب الأوقات بنكون إحنا عايزين ناخد الطفل الصغير للعالم بتاعنا هتقولولي هو فيه فرق؟ طبعا فيه فرق العالم بتاعنا المفروض يعني إنه هو عالم فيه انضباط وفيه قيود وفيه تقاليد وفيه ينفع وما ينفعش وفيه أوقات معنا نعمل فيها كذا وأوقات تانية نعمل فيها حاجة تانية وهكذا فغصبا عننا لما بنحاول ناخد الطفل في المحيط بتاعنا أو في العالم بتاعنا لما الطفل ما بيكونش ملتزم مثلا أو بيبقى بيبدي الاعتراض أو ما إلى ذلك بنصف الطفل ده بأنه هو غير متعاون وده طبعا اللفظ المهزب يعني جدا إنه هو غير متعاون وإنه هو غير مؤدب وإنه هو مزعج وإنه هو ده متقيل وإنه هو بيسرخ وإنه هو بيعيط لكن في واقع الأمر أن الطفل يعلن عن رفضه رفضه لأشياء معينة سواء إحنا عايزينه يعملها وهو مش عايز يعملها فلازم نبقى عارفين إيه اللي ينفع يعمله وإيه اللي ما ينفعش اللي هو قادر عليه وإيه اللي هو مش قادر عليه أو إنه بنقول للطفل لأ على كل حاجة لأ على كل حاجة خلاص والطفل مراية مراية بالمعنى الحرفي مراية لكل حاجة بتحصل معاه أو قدامه فالطفل لما بيعلي صوته هو مش بيعلي صوته من باب التجاوز أو من باب عدم الاحترام دي نقطة مهمة جدا هو بيعلي صوته كنوع من أنواع التعبير عن وجوده هو عقله الباطن مختزن إنه لما كان بيعيط وهو في الشهور الأولى من العمر مش بقى وهو عنده ثلاث سنين أو عندها ثلاث سنين لما كان بيعيط لما كان يصدر هذا الصوت اللي هو اللي احنا بنقول عليه البكاء أو العياط كنت حضرتك بتجري وأحياناً كمان حضرتك كأب بتجري عشان تشوفه عايز إيه صح؟ تطور معه هذا الأمر وأصبح إنه هو مش لازم يعيط لكن أصبح يستخدم فكرة الصوت العالي فالصوت العالي هنا إنه ممكن تلاقوه من الباب للطاقة كده زي ما بيقوله وهو قاعد كده تلاقي بيسرخ أو بيعلي صوته أو بيعمل صوت إحنا طبعاً شايفين إن ده مزعج وهو مزعج ولكن لازم نكون فاهمين إن الطفل ما بيعملش كده عشان هو قليل أدب أو ما بيعملش كده عشان هو سلوكه في مشكلة لا هو بيعلن كده أو بيعمل كده عشان يعلن عن وجوده طيب يعلن عن وجوده ليه؟ يعلن عن وجوده لأنه إما أنه يشعر بالتجاهل وهتقولولي يعني إحنا هنسيب الحياتنا بقى ونقعد نلعب معاه هو نظرياً الطفل متوقع كده طول الوقت عملياً المفروض إن إحنا ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني إيه؟ يعني لازم نكون مفاهمينه إحنا فاهمين إن أنت قصدك كده بس أنا مثلاً لازم أعمل الشيء ده لازم أخلصه فما ينفعش ألعب معك دلوقتي مجرد إبداء رد فعل للطفل بإن إحنا استوعبنا الرسالة إحنا فهمنا مضمون الطلب خلاص؟ بيخليه إما أنه هو يغير من أداءه وما وعدش إن ده هيحصل على طول أو إما أنه هو على الأقل يبحث عن شيء تاني يشغله لفترة أخرى من الوقت أهم ما في الموضوع إن إحنا ما نقولش ابننا عصبي ابننا عنيد بنتنا عصبية بنتنا صوتها عالي بنتنا مش مؤدبة بنتنا مزعجة بنتنا بتعمل لا بنتك أو ابنك يتوقع منك دايما التفهم وده ما يعرف علميا بمصطلح كده أو بجملة اسمها التناغم مع الطفل يعني إيه التناغم مع الطفل؟ يعني إن حضرتك مثلا ممكن الطفل ده اللي عنده ثلاث سنين أو الطفل عنده ثلاث سنين أو أقل أو أكتر شوي لما يبقى داخل على نوم إنه هينام مثلا سواء فترة قيلولة يعني في منتصف اليوم أو في فترة نهاية اليوم خلاص كده اللي هو هينام بقى النوم الليلي فإحنا بنبقى عارفين إنه هو بعض الأطفال بيدخلوا في حالة مزاجية سيئة يعني إيه حالة مزاجية سيئة تليهم يعيطوا تليهم يزنوا تليهم يسرخوا يشبطوا في حاجة أو يبقوا عايزين يعملوا حاجة ما تنفعش تتعمل فجأة كده بدون أي مقدمات الطفل هنا غير مدرك لبقية العوامل اللي بتحكم إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش هو دي مش شغلته هو شغلته دلوقتي إنه هو عايز يروح يلعب في حاجة عايز يقرر هو المتوقعن ده وقت نومها فجأتي بيها أنت راح تراحها كده عند مثلا حتة فيها ألعاب بتاعتها وبتاعتها بتاعت تنزل كل هذه الألعاب فتبتدين تقولينا إيه اللي بتعملي ده وانت تنزل الألعاب دلوقتي ده ده وقت النوم هو لا الطفل ده مش متمرد ولا هي مزعجة ولا هي حاجة هي بتقاوم فكرة النوم أو بمعنى أدق بتقاوم فكرة الابتعاد يعني إيه يعني أنا لما أدخل أنام في حاجات كتيرة هتفوتني في البيت لسه ماما صحية وبابا صاحي ولو فيه إخوات لسه صحيين وفيه تلفزيون ممكن يكون شغال وفيه حديث دائر هي مش جزء منه بس هي عايزة تبقى جزء من حالة التفاعل الاجتماعي ده فيقوم هنا الطفل بنسميه احنا باللغة الدرجة كده ونقول إيه زي ما يكون بيستخسر ينام أنا هنا بتكلم عن مثل النوم في حد ذاته فهمته قصدي فكرة وصف الطفل بشكل دائم بأنه هو مش كذا ومش كذا مش مؤدب ومش بيسمع الكلام ومش متعاون ومش هادي وهكذا دي فكرة محبطة ليكي قبل ما تكون محبطة للطفل يعني محبطة ليكنتوا كأمهات الحقيقة عشان كده أنا بقولكو أنا مش حالم ولا عايش في برج عالي ولا عايش في يوتوبيا بس أنا يعني عندي من العلم ما يكفيني إن أنا فصر لكو الأطفال بتعمل كده ليه فانتوا إذا فهمتوا ده وابتدتوا تطبقوا هتبتدوا تلتمسوا للطفل ده العذر مش معنى كده إن إحنا نجري ولا معنى كده إن إحنا نسيب ويعمل وعي لا بس أصدي فكرة إبداء التفاهم وإبداء الفهم إن إحنا بنفهم الطفل أو بنفهم ابننا أو بنتنا إن إحنا فهمين فهمين إن إنت عايز تكون زي ما بيقول لسه مثلا عن النوم عايز تفضل صاح بس ده مش هينفع دلوقتي ده إحنا كلنا هننام ده إحنا عشان بكرة يجد عشان كذا حتى لو طفل مش مقتنع بس هيقدر التجاوب ده بدل ما يبقى دورنا في الحياة إن إحنا وقفين عن درازة السلوك وبمنتهى الحدة بنقول إن ده سلوك وحش وده طريقة وحشة وده صوت وحش وده صوت عالي ولما الطفل يسرخ إحنا كمان نزعق فالطفل هيعلي السريخ فإحنا نسرخ فيه فأنا لسه بقول لكم الطفل مراية الطفل بيتعلم مننا الكلام بيتعلم مننا طريقة الأكل بيتعلم مننا المشية طريقة المش وبيتعلم مننا الصوت العالي وبيتعلم مننا طرق تعبرنا عن انفعالاتنا سواء الانفعالات دي كانت يعني تستاهل الانفعال أو ما تستاهلش ومفيش حاجة تستاهل الانفعال قوي يعني بس قصدي في الآخر إحنا مش لازم نستغرب يعني اللي أنا بقوله ده إحصائيا مفيش طفل يكون سلوكه يتبنى مثلا في أوقات كتيرة من اليوم نبرة الصوت العالية أو التعبير بصوت عالي عن اللي هو عايزه أو عما يرفضه إلا إذا كان البيت ده نفسه بيتبنى هذا المنهج في التعامل هتقولولي يعني إحنا لا ده إحنا ما بتزعقش في بعض مش لازم الزعي بس ممكن يكون فيه تلفزيون شغال طول الوقت ممكن تكون أنتوا بتكلموا بعض من مسافة يعني أنت تبقيه بتعملي حاجة وبتكلمي حد من أولادك تانين أو زوجك أو ما إلا زال في حالة من الضوضاء مش لازم تبقى أنتوا مش شايفين أنها ضوضاء بس بالنسبة للطفل هو شايف أنه إذا معلاش صوته في هذه الضوضاء هو مش هيبقى موجود زي كده أن أنا عايز ألفت النظر ليه عايز أقول أنا موجود فبعمل ده بالطريقة اللي تخليكوا تنتبهوا لوجودي بعمل الرفض مش حبا في الرفض قد ما هو حبا في إثبات تفردي وإثبات أن أنا عندي شخصية أنا برفض زي زمان كده لما كنت تبقي بتحاولي تمسحيله الأنف مثلا تمسحيله مناخيره يوم يبعد هو بيعلن عن رفضه زي لما تيجي تأكليه فيروح بعد بقه هو بيعلن عن رفضه سمة الحياة هي التطور فالطفلة اللي عندها ست شهور غير اللي عندها سنة غير اللي عندها اثنين غير اللي عندها تلاتة غير اللي عندها اربعة غير اللي عندها خمسة وهكذا يعني فالطفل ده مبدئيا كده إذا اتفقنا على التعريفات جزء كبير جدا من الحالة دي هتتحلحل وهتبقى سهلة ولينا في التعامل معاه يعني إيماننا بإنه بنتنا بالوصف المذكور في هذا السؤال ليس لديها مشكلة سلوكية الله ده احنا بنقول يا دكتور نابت زعق ليس لديها مشكلة سلوكية هي تتصرف بطريقة تتناسب تماما مع مرحلتها العمرية مش مطلوب من الطفلة اللي عندها تلات سنين إنها تقول لو سمحت يا ماما أنا عايزة ألعب لا مش هتعمل كده مش هتعمل كده وتبقى أنت حساباتك ويعني توقعاتك خيالية جدا لو توقعتي إنها تبقى كده أو توقعتي إن ده ما فهوم الأدب مثلا مش هينفع الطفل فطرته لسه هو لسه بيبدأ حياته فبيعبر عن كل شيء باندفاع سواء هذا التعبير يأتي في سياق القبول لشيء أو يأتي في سياق رفض شيء فتلاقي يرفض يرفض قوي يزعل يزعل قوي يفرح يفرح قوي يلعب يلعب قوي وهكذا فهمتوا قصدي؟ معلش أنا استرسلت شوية في السؤال ده بس يعني أرجو إن الإجابة مش بس تكون لصاحبة السؤال ولكن لكل الأمهات اللي عندهم أطفال ويعانوا من نفس المضمون اللي جه في السؤال ترجمة نانسي قنقر